موسيقى السيدات والسادة نشرة إخبارية نقره على حضراتكم من قناة حضر موت الفضائية والبداية بأبرز العنوان قائد المنطقة العسكرية الثانية يدشن العام التدريبي والمعنوي والقتالي للكتيبة الخاصة الحوادث المرورية تودي بحياته 45 شخصا خلال يونيو الماضي في المحافظات المحررة الاحتلال الإسرائيلي يرتكب ثلاث مجازر بحق عائلات بقطاع غزة موسيقى من العنوان إلى التفاصيل أهلا بكم أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الأحد الأول من محرم إجازة رسمية بمناسبة السنة الهجرية الجديدة جاء ذلك في تعميم صادر عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات موجه إلى الجميع الوحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية بشان إجازة السنة الهجرية الجديدة 1446 هجرية دشن قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن طالب باريجاش المرحلة الثانية للعام التدريبي والمعنوي والقتالي للكتيبة الخاصة وأشهد باريجاش بجهود الكتيبة الخاصة وتفانيها في القيام بالمهام المسندة إليها معربا عن ثقته الكاملة في قدراتها على تحقيق الأهداف المسطرة لها في هذه المرحلة وأشار باريجاش إلى بدء العمل في العيادات بالمستشفى العسكري بافتتاح عيادتي القلب وأمراض الضغط والعظام العسكريين وأسرهم وأسر الشهداء والجرحة وتضمن حفل التدشين عرضا عسكريا عكس مستوى الأدا والجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية لمنتسب الكتيبة بلغت نسبة تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة بمدريات وادي حضرموت والصحراء خلال النصف الأول من العام الحالي 115% بنسبة زيادة 15% عن العام الماضي ودعى مدير الموارد المالية بالوادي والصحراء محمود بن شعبان جميع الجهات والمرافق والمؤسسات والهيئات والمصالح الحكومية الإرادية بالوادي والصحراء إلى مضاعفة جهودهم في تحصيل مواردها المالية خلال النصف الثاني من العام الحالي وأشار بن شعبان إلى ضرورة تحسين مستوى الأداء وتطوير آلية عمليات تحصيل الموارد المالية وتفعيل جميع المصادر والأوعية الإرادية وفقا للقانون لضمان زيادة الموارد بما يقدم تنفيذ المشاريع القدمية أقامت مؤسسة عدالة للتنمية القانونية بالشراكة مع معهد حضرموت للدراسات الاستراتيجية في المكلة حلقة نقاشية بعنوان كيف تعمل وتؤثر السياسة الأمريكية على اليمن وناقشت الجلسة عدة محاور في فهم السياسة الأمريكية وتأثيراتها الدولية والعلاقات السياسية بين اليمن والولايات المتحدة وتداعيات الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر إلى جانب السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض وتأثيراته السياسية وتحدث في الجلسة عدة خبراء في المجال السياسي الهدف كان من هذه الجلسة توسيع المعرفة السياسية للشباب والشابات في حضرموت بمجريات الواقع السياسي في الخارج خصوصا من دول قوية مثل ذات قوى عظمى مثل أمريكا فهم هذه السياسات تؤدي إلى توسيع الأفق المعرفي للشباب وإسقاطها على الواقع المحلي على أمل أن يظهر لدينا قادة يفكرون على نطاق أوسا في الجلسة طبعا تم التحدث عن أربعة محاول رئيسية وهو السباق نحو البيت الأبيض بين المرشحين جو بايدن وكذلك الرئيس السابق دونالد ترامب ودور الجالية العربية وبالأخص الجالية اليمنية في هذا السباق كذلك تم التحدث عن الهجمات الحوثية الأرهابية على البحر الأحمر وتأثيرها على خارطة السلام في اليمن وكذلك ما تليها من ضربات أمريكية استهدفت هذه المواقع المحور الثالث طبعا كان يتكلم عن كيف تعمل السياسة الأمريكية نفسها من الداخل كيف تعمل مؤسسات صنع القرار من ضمن الكونغرس والبيت الأبيض وكذلك المحكمة العليا أودت الحوادث المرورية بحياته 45 شخصا وأصيب 313 آخرون من مختلف الفئات العمورية خلال شهر يونيو المنصرم في عدد من المحافظات المحررة وأوضحت إحصائية مرورية لشرطة السير أن 358 شخصا من مختلف الفئات العمورية كانوا ضحايا حوادث السير خلال يونيو المنصرم منهم 45 شخصا قضوا فيها فيما أصيب 313 شخصا وصفت إصابة 262 منهم بالبليغة فيما بلغت الخسائر المادية 54 مليون و300 ألف ريال وأشارت الإحصائية إلى أن مختلف طرقات المناطق والمحافظات المحررة شهدت خلال الفترة نفسها وقوع 382 حدثة سيرة وأكيدة أن مخالفة سائقي المركبات للقواعد والقوانين وأداب السيرة تقف خلف جل تلك الحوادثة بدأ في مدينة شبام التاريخية مشروع بناء مجتمعات قادرة على التكيف مع تغيير المناخ في المدن التاريخية في اليمن وناقشت ورشة نقاشية حول إمكانيات مدينة شبام واحتياجاتها في منظومة الإنذار المبكرة وإدارة الكوارث ومعرفة مستوى الوعي بالتدابير الوقائية للخروج بمقترح خطة طوارئ في حالة حدوث سيول كبيرة وفيضانية إلى جانب تقدير احتمالية المخاطر التي ستؤثر على المباني الطينية شراء تلك السيول مشروع الإنذار البكر عبارة عن مشروع متكامل يهدف إلى تعزيز الرؤية ورفع مستوى الوعي والإدراك لداء فراد المجتمع بالتنبؤات ولمناخ وقدوم السيول ويأتي بأهمية كبيرة لدوره يعكس دوره بشكل حيوي على فراد المجتمع التنبؤات ما قبل بتقليل خسائر ناتجة عن الكوارث الطبيعية والحد من بعض الأضرار تنشط في مدينة المكلة مبادرات شبابية تطوعية تقوم بتوزيع المياه في الشوارع ومفترق الطرق تزامنا مع حرارة الصيف الشديدة وانقطاعات الكهرباء المتكررة وأتاتي هذه المبادرات في مشهد يجسد التكافل والتعاون المجتمعي والمشاركة والعطاء لتخفف من وطأة الحر الشديد والتعب الذي قد يلحق بالمواطنين لأن تعرف دحين قمنا بهذه المبادرة بسبب ارتفاع دلت الحرارة الشديدة وتعرف انقطاع الكهرباء وهذه الأشياء أدت إلى أن نحن كشباب نقوم بمبادرة السقية المبادرة السقية هي تستهدف عمار النظافة والبايع المتجولين والمارة كهذا وقت تخفيفا من معاناته مع ارتفاع درجات الحرارة والشمس قمنا بهذه المبادرة وهي توزيع مياه هذه الأيام في المكلة يعاني المواطنون من شدة ارتفاع درجات الحرارة كثيرة وهذه الحرارة في مبادرات تنشط فيها مثل هذه الأوقات فنجد على تقاطعات الطرق وعند إشارات المرور وفي ماكن الزعام قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاثة مجازر ضد العيلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات تسعة وعشرون شهيدا ومئة إصابة خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية وشن جيش الاحتلال قصفا مكثفا على مناطق عدة في قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن أربعة وثلاثين فلسطينيا بينهم صحفيون وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع تواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ثمانية وثلاثين ألفا وثمانية وتسعين شهيدا وسبع وثمانين ألفا وسبعمائة وخمسة إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي رياضيا حقق نادي شبيبة الديس الشرقية الفوز على الريان بساء بثلاثة أهداف دون رد على ملعب الفقيد بارادم بالمكلة في ذهاب دوري الستة عشر لبطولة كأس حضرموت الثامنة وفي إطار المرحلة نفسها من المشابقة وعلى ملعب الأولومبي بسيئونا حقق نادي شباب القطن الفوز على وحدة المكلة بهدفين دون رد بلغ المنتخب الإسباني الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الألماني بهدفين مقابل هدفه بعد مباراة مثيرة شهدت شوطين إضافيين وفي مباراة أخرى عبرت فرنسا إلى نصف نهاي البطولة الأوروبية بعد فوزها على البرتغال بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهدافه بعد انتهاء شوطي المباراة الأصل والإضافي بالتعادل السلبي من دون أهدافه وبهذا الفوز ضرب المنتخب الفرنسي موعدا مع المنتخب الإسباني في نصف النهائي في قمة نارية منتظرة بين المنتخبين يوم الثلاثاء القادمة ختام نشر إليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أما قائد المنطقة العسكرية الثانية يدشن العام التدريبي والمعنوي والقتال للكتيبة الخاصة الحوادث المرورية تؤدي بحياتي خمسة وأربعين شخصا خلال يونيو الماضي في المحافظات المحررة الاحتلال الإسرائيلي يرتكب ثلاث مجازر بحق عائلات بقطاع غزة في ختام النشرة تقبلوا تحياتي وتحياتي فريق العمل والمزيد من الأخبار تابعوا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي أتحضر المتفي دمتم بأمان الله اشتركوا في القناة